الفقير والبقال كان يمكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ولا يحلو الكناب إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحكى أنه في قديم الزمان كان هناك رجل بسيط فقير يعيش بو وزوجته الحمقاء في قرية بائزة وكان هذا الفقير يتدمر من حياته بسبب زوجته التي كانت تسبه دائما كان يتحاشى أن يقوم بإحضار الضيوف إلى بيته حيث إن الضيوف أيضا لم يسلو من سبابها كان الرجل الفقير متعب من هذه الحياة اليائسة وقرر أن يهرب بعيدا عن هذا المنزل العفن الذي تمكث فيه زوجته وتسبه دائما تعيبا فقير من حياته التي تمتلئ بالمشقة وعدم التفاؤم مع زوجته فقرر الذهاب ومعه سرة من المنحبس هرب بعيدا عن بيته حتى أخذته رجلاه إلى قرية وعندما وصل إليها رأى بقالا ذهب إليه وطلب منه أن يعطيه بعض الجب حتى يسد جوعه لأنه لم يتذوق أي طعام منذ الصباح قال له البقال اذهب إلى الخباز الذي في جواري واطلب منه رغيفا من الخبز وقل له على حساب الدفتر اندهش الفقير وتوقع أن يقوم الخباز بضربه عندما يقول له أعطني خبزا على حساب الدفتر لكن جوعه قد تغلب عليه فاضطر إلى الذهاب إلى الخباز وأن يطلب منه رغيفا وعندما طلب ذلك على حساب الدفتر خبأ وجعه خوفا من لطمة من الخباز عليه لكنه اندهش حيث قام الخباز بإعطائه رغيفا من الخبز ذعب بعدها إلى البقال وهو مندهش من تصروف الخباز فأعطى البقال له بعض الجبل أكل الفقير وشبع وعاش سنة كاملة في هذه القرية العجيبة على حساب الدفتر استأجر منزلا وفرشه بأحسن الأتات وأكل وشرب وكل هذا على حساب الدفتر وفي أحد الأيام ذهب إلى البقال وقال له عن استحياء أن الحياة عجبته في هذه القرية وأنه يأكل ويشرب ويسكن دون أن يدفع كرشا واحدا وكله على حساب الدفتر فهل يمكنه أن يتزوج أيضا على حساب الدفتر؟ ضحك البقال وطلب منه أن يذهب إلى النبع ويشاهد الفتيات اللواتي عند عين الماء ويختار واحدة قال البقال للفقير أن يختار فتاة ويتبعها إلى بيتها ثم يأتي إليه ويذهبون إلى بيت أبيها ويطلبها للزواج وبالفعل ذهب الفقير والبقال إلى بيت الفتاة وقال البقال لوالد الفتاة أن هذا الرجل يريد أن يتزوج ببنتك على حساب الدفتر وحينها وافق الوالد ولكن قال للرجل الفقير هل تعرف ما هي حكاية الدفتر؟ وماذا يلزمك تنفيذه إذا قمت بالزواج على حساب الدفتر؟ أجاب الفقير بالنفي فهو هنا منذ سنة يأكل ويشرب ويسكن على حساب الدفتر لكنه لا يعلم ما حكاية ذلك الدفتر قال والد العروس سوف أروي عليك قصة دفتر وبعدها قرر هل سوف تتزوج بابنتي أم لا؟ فإن الزواج على حساب الدفتر يلزم أصحابه بأن يتبعوا قانونه حيث إذا ماتت الزوجة يتم دفن الزوج وهو حي معها وفاء لها والعكس صحيح فوافق الفقير على الفور حيث إن عمر الفتاة لم يبلغ لعشرين عاما فظن أن الموت بعيدا عنها ماتت العروس بعد الزواج ووضع معها زوجها في غرفة كبيرة تحت الأرض وفي ذات الوقت نزلت فتاة شابة مع زوجها كانا قد تزوجا أيضا على حساب الدفتر فاتفق الرجل الفقير والفتاة الشابة على الزواج في هذه الغرفة تحت الأرض وبعد قليل سمعا صوت ضبع يأكل العظام خطرت لهما فكرة وهي ربط حبل حول الفتحة التي أتى منها الضبع وبالفعل عندما أنهى الضبع طعامه حاول الخروج لكن تعثر في الحبل ففزع وجرى مسرعا والفتاة والرجل الفقير متمسكين بالحبل حتى خرجا من الغرفة المظلمة إلى نور القمر وعاشا في سلام وأمان بعيدا عن القبور وظلمتها وكل ذلك على حساب الدفتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر